بداية حديثنا مشاهدين اليوم رح نكون بالحديث الطبي رح نحكي عن واحد من تريندات علاج المفاصل وهو علاج الحقن بالبلازمة أو حقن البلازمة تفاصيل أكثر رح يخبرنا عنها دكتور جهاد داغستاني الاستشاري بجراحة المفاصل اللي صار معنا لليوم يسعد لأوقاتك دكتور وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم يسعد أوقاتك دكتور وأهلا وسهلا فيك بداية خبرنا عن حقن البلازمة دعنا نعرف أولاً ما هو البلازمة البلازمة هي مصل الدم الغني بالصفيحات الطازجة وتحتوي على كمية كبيرة من العوامل البناء أو العوامل المحرضة على البناء طبعاً من طريقة استخراجهم نأخذ دم المريض نحطه بنابيب خاصة نبيب احتمال تحتوي على فيبرين ومن عرضها في جهاز خاص يسوي استسفيل طبعاً طريقة تحضير البلازمة بختلف عن استعمال البلازمة البلازمة المستعملة مثلاً للبربي للبشرة طريقة تحضيرها بتختلف عن البلازمة المستعملة لحق الأربطة والغضاريف يعني أربطة والمفاصل تماماً شو بيختلف عن بعض أو شو الألية اللي بتتبعوها بحيث أنا استخرج هذه المادة أو البلازمة لخصصها لاستعمال ضمن العلاج المفاصل سرعة سرعة تسفيل والنوع الأنبوب المواد اللي بتحتوي فيها الأنابيب اللي نحط فيها المصل الدم تماماً هوا متتركز يمكن المادة أكتر؟ كم أكتر تماماً إذا في حالات معينة يتم في حقن البلازمة بداية نخبرنا عن أول حالة هلا إحنا منحقون البلازمة بلازمة نحق لنشان البشر نضارة البشرة مستعمل الجراحة التجميلية مشان الشعر بطير منحقون البلازمة بصراحة بحاوة التهاب أغماد الأوتار مثل مرفق تينيس أو المقار العزمي بالكعب يعني التهاب الأربطة المزمن مثل التهاب مفصل الكتف في قواتنا منحقون مفصل الركبة بتناكس درجة أولى بصراحة بستفيد فيها المرضى ممكن الحالات بالمفاصل بستفيد فيها الحقن البلازمة تماماً هاي الحالاتين نحنا أيمت نحنا منوصل لحالة أنه نحنا بحاجة لنحق البلازمة هل هي حالة بديلة عن العلاجات أو نحنا منلجأ للعلاجات بداية بعلاج المفاصل ومنوصل لمرحلة أنه نحنا ممكن ندخل حقن البلازمة ضمن مرحلة العلاج طبعاً حقن البلازمة هو بيكون مرحلة تانية لازم نجرب العلاجات المحافظة يعني حتى نستنفن سفرس العلاج بعدين منضطر نعمل حقن البلازمة الحقن البلازمة يكون لدعم الطريقة تبعنا يعني البلازمة هي تحتوي على عوامل محرضة على البناء وعوامل مدافعة عن الجسم فنحنا منحقن البلازمة هاي شان نسرع بعملت الشفاء أو التهاب الأغمار الأوتار تماماً دكتور هون لفت نظرياً اليوم شان صحيح شوية مفاهيم لدى المشاهدين موضوع حقن البلازمة بعيداً عن موضوع أبرزيت المتعرف عليها جانبين مختلفين تماماً مختلف تماماً الأبرزيت مستخرجة من عرفة ديك هي فيها مواد مزلقة لما أفسر ركب البلازمة هي فيها مواد محرضة على البناء يعني أعوامل مدافعة عن الجسم محرضة على البناء طبعاً الآلية مختلفة تماماً بس نحنا برجع بقول أنه البلازمة بتفيد بدرجة أولى تانية انكترت يعني بدرجة تنكس مفصل ركب بدرجة تالتة رابعة البلازمة ما تفيد طبعاً حتى حقن البلازمة بيكون في معايير خاصة يعني نحنا المعايير خاصة أنه لازم يكون شوط العقام التعقيم جيد كتير لأنهم خاف أنه الحقن هذا يصير تهاب مفصل قيحي يعني فيه مخاطر للحقن هذا طبعاً وفيه نحنا كل ما كان المريض شاب العمر العمر الافتراضي إذا كانت طبعاً ناخد صفحات فريش طازجة كل ما كان العمر المريض صغير بالعمر النتائج تكون أفضل مع مني هذا اللي بدي أسألك عنه دكتور هاي النقطة العمر بيلعب دور باتخاذ قرار حقن البلازمة أم لا؟ طبعاً العمر المرضى الكبار بالعمر حقن البلازمة ما كتير نتائجه تكون مثل البلازيبو يعني نتائجه مو جيدة تماماً وللفئة العمرية الأصغر بالعشرينيات طبعاً عمار أصغارك احنا أكتر شيء بصراحة بنحقون البلازمة عشان نكون صليح معك بالرياضيين تحت الإيكو يعني مثلاً الرياضي عنده تمزق والأغماد الأوتار وتمزق الجزئي وبدنا نأهله بسرعة فمنحقون البلازمة عشان الوتر هذا عيد بناء حاله بشكل سريع وبالنسبة لحكيت حضرتك أنه ممكن نحقن البلازمة مش عن البشرة والشعر طب طبعاً كمان هون الأمر بيلعب دور نتائج البشرة والشعر نتائج جيدة كتير طعطي 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 نتائج كتير ممتازة تماماً تماماً دكتور اليوم يعني وقت نقول حقن وقت نقول مفاصل دائماً الأشخاص بيخافوا بسرعنا خوف وخاصة موضوع المفاصل يعني والأشخاص اللي بعانوا من هاي الآلام اليوم هالحقن اللي بلازموا عملية الحقن هي مؤلمة بدها تخضير مسبق لهذه المرحلة أو هاي العملية إذا بدنا نقول أو لا هو المريض بيتوجه مباشرة بيوم الحقن بحاجة لا يعمل إجراءات مستبع أو قبل مرحلة الحقن إذا بدنا نقول الحقن بس بدي يكون أنه في عنا نحن نحن نتحيي الدم عام للمريض أنه يكون في صفحاته كافية أنه عدد صفحات بالدم جيد عنده طبعا بالحقن لازم يكون فيه بزروف معقمي يفضل بمشفى يعني بزروف التعقيم كثير أساسية في الموضوع هذا حتى حتى بصراحة مثلا نحن نحكمن مفسر لركبة كأنهم بغرفة عمليات وفي فضل نحكي أنه فيه بروب جهاز مثل الإيكو نحن نحكمن للمilians تحت مشاهدة الإيكو تخدير تخدير ما بده تخدير أبدا هو العادل حقا غير مؤلم وما بده تخدير بصراحة النتائج الجيدة للPRP هي بالاتهاب مثلا مرفق تنس التهاب أغمار الأوتار حتى إذا مهماز عند الميضة عنده التهاب السباق الأخمصي ألم مزمن النتائج تكون جيدة وسحرية بصراحة بس برجع بقول الPRP والبلازمة هي مو الحبة السحرية هي محط روح المشكلة بشكل جزري هي أحد العوامل هي تساعد على يعادل الغروف يعيد بناء حاله وهون يمكن تعتمد على البلازمة تحديدا على نوع البلازمة طبعا نحن حكينا أنه نحن نوع البلازمة وطريقة تحضيره باختلاف أنه إذا نحقون مفصل ركبة أو مفصل الكتف تماما بدي أسألك دكتور في إلا مخاطر آثار جانبية معينة لاحقا إحنا أكتر شيء مخاف منه الانفكشن الالتهاب القيحي وهذه النسبة قليلة كتير طبعا هذا الظروف يعتمد على العقامة في قويت بيصد نوع من الارتكاس من المواد الحافظة الموجودة بالإنبوب نفسه وهذه النسبة قليلة كتير هلأ بصاحة يعني هو إحنا لازم كل المريض ما في وصفة سحرية هي سيستم حياة وسيستم علاج يعني إحنا من نرجع لعلاج محافظ قويت تخفيف وزن الرياضة اللطيفة نوع الحركات الممنوعة على المريض البلازمة هي تكون دعم للشغل تبعنا يعني هو البلازمة حي ما حيحل المشكل لأنك مصريح مع كل الدراسات العالمية أن البلازمة لا يحل المشكلة بشكل جزري هو يساعد على الحل السريع للتنكس المفاصل صحيح صحيح دكتور اليوم ذكرت حضرتك أنه مثل ما عم نحكي هلأ أنه هي مرحلة مؤقتة أو مرحلة مساعدة بالعلاج نحن بعد حق البلازمة أو خلال فهذه الفترة بحاجة لنظل ماشيين بسيستم علاجي دوائي بالجانب المقابل أو لا نحن نعطي فترة لتأخذ مفعولة إذا بدنا نقول نحن بعد حق البلازمة نفضل خفف الأكتيفتي يعني الرياضات العنيفة نفضل جهد الزايد بالعادة نفضل وقت ما نضطر نحق البلازمة يعني بعد أسبوع يعني جرى عدامي يعني فيه احتمال ثلاث مرات منضطر نحق البلازمة بصراحة أنا بالعادة نحن بعد طريقة اسمه الليبوجيمس الحقن خلايا الشحمية بالركبة بنحق البلازمة بعد أسبوعين كدعم للحقن تبعنا يعني عنا نحن ثلاث مراحل للحقن حقن أيوك هاي كسيستم سابت تمام نحن كي بداية طب بعد فترة معينة شهر شهر بفضل ما نحقون قبل ستشهر يعني إحنا المريض مريض إذا بيتحسن بالفترة هي بس نحن نفضل إذا حقنا ثلاث مرات خلال فاصل خلال فاصل أسبوع عشر تيام يفضل ما نحقون لبعد ثلاث شهر لستشهر المرة الثانية وستشهر بعد ستشهر يعني إحنا نستمر بعملية حقن البلازمة هي إذا كان عنا إذا كان عنا إلتهاب مفصل تنكسي درجة ثلاثة الحقن هذا ما حيفيده تماما إذا كانت درجة أولى ثانية حيتحسن المريض بالإلتهاب الأوتار المزمن أو مرفق القنس طبعا حيتحسن المريض ما بحاجة أنه يعيد الحقن مرة ثانية هذا يمكن على طريقة أو سرعة استجابة المريض لهذا العلاج أريد أن أحكي عن مرحلة ما بعد الحقن أداش أو شوية الفترة اللي ممكن المريض يرجع لحياته الطبيعية بدون خوف بدون خوف حتى من حالة الانتكاس ببعض الأوقات في مرتب صراحة بعد الحقن من اليوم الأول والثاني يزيد عنده الألم في حالات ألم يفترض أنه بعد عشر تسيام خمسة عشر يوم يخف الألم تريجي بس نتاج تكون بدأ ثلاث أسابيح حتى يعطي مفهول الحقن هذا نحن نحط مواد محرضة على البناء مواد مساعدة على إعادة بناء الغضاريف وعادة الترميم الأربطة والنسيج النسيج الغضروف في الامتداد تابعه دكتور من الأشخاص اليوم اللي ما بتستفيد من حقن البلازمة المرضى اللي ما عندهم مثلا التهاب مثلا قايحي بجسم المرضى اللي عندهم مثلا مرضى سكري بدرجة تانية ما كتب نحبن نحقون البلازمة في مرضى مثلا عندهم مشاكل صحية بيأخذوا مياهات للدم طبعا الكبار بالعمر ما نفضل نحقون البلازمة ممكن تأدي لمخاطر معينة نحن نزيد المشاكل طبعا نحن ضروري كتير قبل ما نحقون البلازمة هي برجع بول نحن هي مو الحبة السحرية لازم نعمل فحص للمريض الحب الأدنى لازم نعمل بيده صيغة وصفحات ونشوف اذا كان صفحاته تركيزة جيد المرضى اللي عندهم نقصب الصفحات ونستفيد البلازمة هي مصل بغني بالصفحات الطازجة فإذا كان المريض الأسرع عنده مشاكل دموية فما حيستفيد الحق البلازمة حق البلازمة نحن كمان نرجع نذكر أنه هي لازم تأخذ من المريض نفسه ما فينا وما في امكانية أن نستفاد من دم آخر أو بلازمة أخرى بهذه الحالة تأخذ المريض نفسه بنحق ندوريا ما بنحتفظ فيه نحن بناخد دم المريض نحطه بأموب خاص فيه جهاز تسفيل خاص وله سرعات محددة وحتى أنه بيب إلى محددة ونحقونه ضغري نفس الجلسة يعني بعد شيء نص ساعة تقريبا بنحقن لنفس المريض تماما دكتور اليوم ماذا لو لم يستفد المريض من الحقن هل في مرحلة أخرى ممكن نلجأ أو نحن هي موضوع الحقن هو نجرب ما مش الحال نرجع نروح لعلاج آخر هل نحن بالأساس العلاج هو نحط درجة تنقص المفصل ذكرت أنه درجة أولى تانية بيستفيد على البلازمة الدرجة التالية طبعا له علاجات تانية في الدرجة التالية عم نستعم طريقة الليبوجيمس أو الحقن الخلايا الجزعية ودرجة الرابعة الحل الجزري هو تبديل مفصل يعني تبديل مفصل هو الحل الجزري والحل بحل مشكلتنا بشكل كبير موان بدنا أخيرا نصائح من حضرتك دكتور لا تفادي هاي المرحلة الأهم شيء بالعلاج صراحة هو سيستم الحياة الرياضة اللطيفة والنوع الحزاء الصحي الطبي أو الرياضي والغذاء الصحي والسيستم الحياة الصحي يعني هو بصراحة المفصل نحن المفصل بتغزى برجع بقول أنه المفصل بتغزى بالحركة وبتأزى بالجهد فعدم الحركة بيسوينا بمشاكل مفصل والجهد الزايد بينكس المفصل فأهم شيء نحن ما نوصل لمرحلة أنه نحتاج هدف العلاج باعتمد أنه ما نوصل لمرحلة تبديل مفصل تماما دكتور قبل آزف شام موضوع الشباب الرياضين قبل ما ننهي مع حضرتك اليوم الأشخاص اللي بيمارس الرياضة معرضين أكتر من غيرهم أو يلي عندهم مهن صعبة وشاقة للإصابات المفصلية بشكل عام اليوم الإصابات من الدرجة الأولى والثانية تذكر لنا أنواع الإصابات اللي ممكن نستفاد مننا من حقل البلازمة اللي ذكرناها حضرتك ذكرت لنا بعضها تخبرنا عن أشياء الإصابات اللي ممكن يصاب الأشياء إذا كان في تمزق بالأغماد الأوتار جزئية مثل مرفق تينز أو التياب ووتر فوق الشوق بالكتف أو التياب صفاق الأخمص يبعونق القدم يعني عند الرياضين هذا شائع كون الأويت يكون في عندنا تمزق بالغمض اللي بحيط بالعضلة نفسها عند الرياضين أوي طبعا أم أكد أن الحقم يفضل نعطها تحت الإيكو يعني لازم نحن نحق أن المواد هاي بحلل فيه دفكت بحلل فيه ضياع مادي بالإستمرارية العضلة أو غمض الوتر فكتير طرور يكون بظروف خاصة وفضل يكون بغرفة عمليات في جهاز إيكو تمام نحن المادة أو نسبة المادة اللي ممكن نحقنا المفصل أو المكان الإصابي أو لا نحن في عنا كمية سابتة نحن بصراحة المبوب هو كمية سابتة بس نحن بالعادة كمية قليلة نحقون يعني هو مثل هالأبار الزيت فيهم خمسة سيسة عشر سيسة واختلفوا حسب كسافة هدول حقا هي كمية قليلة كتير هي كمية كافية بالنسبة لنا طب دكتور هشاشة العظام تلعب دور بي هالمرحلة عند كبار السن الكبار السن نحن رجعنا بالمرضة نحن بي أربي بصراحة ما نصف النجاح وعليلي كتير هو لازم نكون شوية نحن جدا نحن حذرين يعني ممكن المريض يستفيد على البي أربي يعني وفي مرضى بصراحة نحن بحث ودراسة لدينا نحن نحن نحقنا بلاسيبو يعني بلاسيبو نسبة نتائج قريبة بتنقص درجة التانية تالت يعني فلازم نكون نقل المريض يعني لازم نخطط علاج تكون بتناسي المريض تماما كل شكر لإلك دكتور جهاد داغستاني استشاري جراحة المفاصل على المعلومات التي رفتنا فيها لليوم كنت بتناتمنى سلامة للجميع وخاصة بفصل الشتاء يعني دائما بتزيد أمراض ومشاكل المفاصل كل شكر لعجودك معنا